طيب خلونا نروح لتصريحات أيمن الرمادي مدير فني لأسوان بعد الفوز على الزمالك قال إن احنا لعبنا أمام فريق عملاق ومتصدر الدورة وخلينا نتوقف برضو هنا عند تصريحات أيمن الرمادي كابتن أيمن تصريحات متوازنة جدا تصريحات فيها احترام كبير جدا للخصم هو بيقول إن هو لعب قدام أحد أهم وأكثر الفرق يعني احتراما في الدورة المصر بيتكلم طبعا على أحد الفرق الكبرى مثل الزمالك هو بيقول إنه بيكون كل التقدير وكل الاحترام لهذه الأندية الزمالك أو الأهلي وبيقول إنه يجب أنه يتعامل معها وبشكل خاص بيقول على اللعيبة بتاعته إنهما اجتهدوا بشكل كبير جدا وإنهما نجحوا في تحقيق الفوز في الشوط الأول والشوط الأول بالنسبة له كان ممتاز لكن التراجع في الشوط الثاني بيأتي علشان السفر المستمر وعايزين برضو نتوقف عند الموضوع ده شوية نوع السفر المستمر عسف الشديد لكم أن تتخيلوا إن فريق أسوان عمل إنجاز مهم جدا عامل إنجاز مقارنة لو قرناه بالأداء أو بمال الموارد بتاعة نادي أسوان حنلاقي عامل إنجاز كبير جدا الفريق محقق انتصارات كابتن أيمن الرمادي عامل شغل كبير جدا مع الفريق بالرغم إن ما فيش إمكانيات مادية الراجل بيشتكي من السفر المستمر والأرهاق السفرين ما بيسافرش بالطيران أسوان في آخر الدنيا ما بيسافرش بالطيران عشان يعمل المطشب بتاعته بيسافر بالبر بيقول إنه في آخر 20 يوم تقريبا إحنا سافرنا من القاهرة إلى أسوان خمس مرات إنتم تخيلين إحنا حنستعرض الأرقام بتاعة الكابتن أيمن مدير الفني لنادي أسوان مع منتخب أو مع فريق أسوان من ساعة ما مسك من ساعة ما تولى المسئولية أرقام مبشرة جدا وأرقام أنا شخصيا بقوله شابو بارفع له القبعة على هذا الأداء بالرغم من إنه ما فيش إمكانيات كبيرة عند نادي أسوان إلا إنه بيحاول إنه يعمل أداء وبيعمل إنجاز ألا أيها تحال خذونا نرجع مرة تانية لتصريحات كابتن أيمن رمادي هو بيقول إنه دايما ما بقول إنه دوري الشخصي لا يتعضى 10% الباقي على اللعيبة لدينا فريق ممتاز إحنا بنسعى إنه نتغلب على أزمة الإجهاد والإرهاق فريرة وأتكلم بشكل محترم وشكل مهذب جدا على فريرة مدير الفني لنادي الزمالك قال إنه مدير فني مميز والجميع علي أن يتعلم منه ووجوده إضافة للدوري المصري أنا شخصيا بتكلم طبعا نفسه دائما أتعلم منه تصرحات قمة في الاتزان قمة في الاحترام من مدرب واعد مدرب محترم أو إحنا ما نعرفش عنه حاجة هنا تقريبا في الدوري المصري كان مدير فني وطبعا كان بيلعب قبل كده مع فريق أسوان ليه علشان كل استفيد بتاعه زي ما هنستعرضه دلوقتي وهو يعني يستحق إن إحنا نلقي عليه الضوء كابتن أيمن الرمادي